اشتركوا في القناة من خلال برمجة 22 رحلة خاصة أيام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من دجمبر الجاري بلغ للشركة الوطنية أكد أنه لتمكين آلاف المغاربة الذين سافروا إلى قطر لدعم المنتخب الوطن من العودة سيتم تأمين حوالي 22 رحلة جوية من قبل الشركة الوطنية في هذا الإطار انطلقت يوم أمس بالدار البيضاء فعالية الدورة الثانية للمعرض الدولي لقطع غيار السيارات موروكان أوتوماتيف تكنولوجي تحت شعار تحديات وآفاق المهنة في مواجهة التطورات التكنولوجية وذلك بمشاركة مصنعي وتجار قطع غيار السيارات نسخة هذه سنة تهدف إلى تعزيز نمو السوق ما بعد البيع المرتبطة بقطع السيارات وإلى مواكبة المهنيين والمستهلكين في اختيار الحلول الفضلة لإصلاح وصيانة المركبات أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي 27 خلال قمة عقدت أمس فرض حد أدنى قدره 15% للضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات في قرار صدر بالإجماع بعدما تراجعت المجر وبولندا عن اعتراضاتهما وكان إجماع الدول 27 ضروريا لصدور هذا القرار الذي يضع موضع التنفيذ اتفاقا تاريخيا تواصلت إليه العام الماضي برعاية منظمة التعاون لاقتصاد والتنمية حوالي 140 دولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الدريبية في العالم هبطت هي لا سمو الأوروبية اليوم الجمعة حيث تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بعد أن تعهدت بنوك مركزية كبرى برفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لمواجهة التدخم مما أثار مخاوفة بشأن تباطئ الاقتصاد العالم العام المقبل هذا وتراجع المؤشر ستوك 600 أوروبي بـ 0.2% للمستوى منخفض جديد هو الأدنى في شهر مسجلا 427.96 ومن المتوقع أن يتكبد خسارة أسبوعية قدرها 2.4% نهاية النشر الاقتصادية لليوم مشاهدينا شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله